العملية هي أن نضافة مدينة فاس وسلامة البيئة ديالها قرر المجلس لسنوات تدبير المفوض لنضافة مدينة فاس صفقة الأولى هي ديال فاس المدينة وجنال الورد والصفقة الثانية هي ديال أربعة المقاطعات أكداد والسيس والامرينيين وزوعة أربعة المقاطعات كل الصفقة من هذه الصفقة تغفر عداد الأمام مع الاحتفاظ بالعمال والمكتسبات والعمال السابقين اللي قداجوا تحتفظ بهم وتكلمل وصلوا حدًا احتفاظ بهم وكل حقوق ديالهم والمكتسبات ديالهم كلها نفس المشكلة كناش تحمولات في الشتابة والجمع والنقل وشحل منطون وغير النفايات المنزلية النفايات المنزلية ودخلين هنا النفايات متعالو التلات ومتع المقاهير ومطاعيم ودهك مسائلة نفايات متعالو التلات ونتيجي هاد الميزان بتيتوزنه شحال منطون شحال منطون شحال منطون انتقلت بحسب ما هو كناش تحمولات شحال منطون تخلط وتيجي لحن هاد المقالبة المقاولة اتيت تعطيك كل نهار تقرير شحال فالدخل منطول النفايات في الفاس كلها هي النفايات المنزلية أما النفايات الصناعية علش دل المحل دلها بوحدها؟ علش دل المحل دلها بوحدها؟ لأنها دلها واحد مربع بوحدها لكي نفايات الصناعية تنزل لأن إلا تخلطت مع النفايات الصناعية تتأثر على إنتاج غاز ولذلك تتبوح لها والمسموح هو أن المعامل وحدات الصناعية تدخل النفايات الصناعية وتتمشيل ذلك المربع وتنزل فيه بوحدة لا تتخلطهش مع النفايات المنزلية لكي لا يبقى شيء تكتير على إنتاج غاز ما هو الفائدة من هذا الوزن الذي كنت نسل؟ ما هو الفائدة؟ لكي نعرفوش حتى يدخل منطول لا تتخلطهش مع النفايات المنزلية لأن المسائل محسوبة لا تتخلطها من مواطنة مغربية لا تتخلطهش كل أسرة تتخلطهش من النفايات المنزلية لا تتخلطهش نفايات المنزلية لكي تتصنعوا منها شي حاجة؟ لا تتخلطهش طريقة عالية هذا سنتمشي السهريج يا يتي تتسمى ليكتيبيا والغاز تبقى في الجعب ولا تدرلو المكان والعالة باش غد يتحول الى كهربا ليزويد مدينة فاسكو الإمارال العمومية في الكهربا شكرا محكرا